مرحبا أثناء سعي البشرية لما حربت أعطى فيروس أجع عليها من مئة سنة صارت شغلة غير متوقعة بس سننا شوي هاي شغلة غير متوقعة اللي ما أعتقدش في ناس كتير لاحظت حتى لما صارت إنو حوصلنا ألف مشترك فبهي المناسبة السعيدة لطيفة الجميلة إحنا طلبنا منكم كنتوا سألونا عدة أسئلة فأنتوا سألتوا وإحنا حنجاوب ولازم نبطل حكي زي هيك خلونا نبلش قدش بتاخد وقت في عمال الفيديو الواحد كتير وباعتمد كتير وباعتمد مثلاً آخر فيديو عملنا ماذا نجزنا لشهر يناير وفبراير وشوية من مارس اللي إذا أنت محضرتوش وأحضروا الآن بدينا في كتابة السكريبت يوم السبت اللي مدى الإشي إلى يوم الأربعة صورنا يوم الخميس بعدها انتشر الفيديو يوم السبت اللي بعد السبت اللي بعد يوم الخميس يعني تقريباً أخذنا 14 يوم طبعاً الكسل له دور ضخم في الموضوع لكن في نهاية بعتقد أن النتيجة تستحقها يعني ما تجدش أن أي واحد حذر الفيديو اللي فات هيستغرب كيف حنا بناخد 14 يوم في عماية الفيديو ذيه لكن الغريب لاستثناءات مثلاً فيديو كورونا مأخذش 24 ساعة من أول ما كتبنا السكريبت لحد ما نشرنا الفيديو مع هيك الفيديو هو أكثر فيديو مشاهد على اليوتيوب بأميال عن باقي الفيديوهات فياه كتير وبعتمد ليش موعد تنزيل الفيديوهات مرة بالشهر؟ مش عارف عنش بتحكي لأنه هذا ثالث فيديو حنا ننزله في شهر مارس واو ايجا ما ظهرتش وحن نحكي عنها بعدين عندي فضول أعرف شو هي الملاحظة اللي كان معنا بس ثاني نقرأها هاي الملاحظة اللي لخمت الأمة في الفيديو اللي فات هيها يا إخوان هيها فكرة الملاحظة السريعة أنه أوقات بكون أنا بدي أعلق على النقطة اللي أنا قاعد بأشرح فيها لكن نهائياً بديش حبل الأفكار هدا ينقطع فبعمل فكرة سريعة جداً في حال لو أنت أجاك الفضول بعد ما خلصت الفكرة كاملة مدون ما تنقطع أنك ترجع لها لكن أعتقد أنه أغلب ما قدرشوا لقطوها كانوا على الجوال لأنه الجوال البرجع عشر ثواني مش الثاني تيانا وخمس ثواني تيانا وخمس ثواني تيانا بيصير في اللاب توب وبايضاوي لو أنت على اللاب توب فيه اختصارين تقدر ترجع فيهن فريم باي فريم داخل الفيديو نفسه فأنت مستحيل يكون فينك أي صعوبة فينك يتحدد هاي الملاحظة أنا ويهي هذه هي قصة الملاحظة السريعة اسمها سريعة لسبب لماذا لا أشتكتل لليش اليوم؟ يدلعب معك بيص يا زلمة هناك الكثير من الأسئلة التي يكون لها دائما جواب واحد وجواب واحد فقط هذا واحد منهم و جواب السؤال هذا هو لأنه يبلعبش مع بعض خلونا نذهب السؤال بعد غير المايك لأنه سيء ماذا؟ اه اه يعني قصدك أنه ماذا؟ قصة المايك لطيفة كثير لأنه فعليا أول ثلث فيديوهات احنا صورناها على سماعات الآيفون اللي صوتهم مش سيء بالمرة بالمناسبة اخرينا وجيكو مفيش اشي سيء في الحقيقة واكتر من كوابل مجعلكة اوكي هذا التسجيل سيكون بسماعات الآيفون هل تعلم أنك عندما تمشي تكون دائما على رجل واحدة؟ هذه معلومة جيدة بالمناسبة هل تعلم أنك عندما تمشي تكون دائما على رجل واحدة؟ كيفين؟ مش هطلت نهائيا لكن أخر فيديوهين تصورناها على المايك هذا اللي أهم شغل أنه مش إلي هو فعليا لأختي اللي بتشتغل اللي بالمرة خليها هي اللي تسأل باقي الاسئلة انتقل لأنا على سؤال البعدين كيف قدرت توفق مابين لدراسة وإنتاج الحلقات من تصويره ومنتاجه وتجميع محتوى؟ أم بأفقش فعليا أنت لما تحط أي شغلة ضد الجامعة دائما الجامعة بتفوز يعني ومن المسكرونا اللي أجل وشوط على الكوكب وخلانا نأجز فأعتقد كيف روح بوافق بين الجامعة وبين اليوتيوب أنه الجامعة دائما بتفوز ذات سمبل وين الكواليس على آخر فيديو؟ آخر فيديو اللي ربما أكثر فيديو فيه كواليس وأخطاء وبلوبرز وإعادات لكن ما حطتش منهن لأنه أغلبهن بحزنن بعد وقت أن انا أحاول أن أتذكر لأنه حتى الآن لم نحمل هذا الأداة التي يجريوا بها كما في القنوات شوف مثلا المثال هذا يعني إما إحنا نجرب إما إحنا نخترع اشي جديد إما إحنا نخترع اشي جديد وبنجرب إن إحنا أو هذا لكن البحثين في معهد أو هذا الجديد إنه فيه باحثين الجديد إنه علماء كارديف الجديد انه تقريبا ايش الجديد لكن كان في شوية لقطات حلوة إبريزفرنسي 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 مثلا ان احنا بنمثل قديم الصراع اللي بيصير بين المضادات الحيوية اخبطها بالطليدك اخبط زيك بضرب بالطليدك يعني بضلك تصد وانت ولا على بارك برضو كانت في لقطة اسطورية واحنا قاديم بنصور كانت مباراة لفربول وأتليتكو في دور الأبطالقة والما يلتغي كل حاجة شغالة اللي طبعا لفربول خسر فيها وكان محمد بحضرها وراي فصرت لقطة هاي شركة سامسونج اعلنت اوكي قول لفربول واي نعم للي سأل هاي كوليس الحلقة اللي فاتت ايش رأيك الحلقة الجاية تكون على الاقتصاد اعمل حاجة عن موضوع الفلاني يا باشا بدنا موضيه تاريخية عندي فكرة في حلقة اللي سمشوفتهاش في اي قناة حاضر 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 هنحكي في معظم الموضيع اللي انتو تطلبوها لكن الفكرة ان احنا فيه عندنا سكريبتات وسيناريوهات جاهزة بالكامل لحلقات جاية وان شاء الله تعجبكو ويعملوا سبسكرابي فاي موضيع من اللي انتو تطلبوها ان شاء الله هسير حلقات لقدام لكن خلونا نمشي شوية شوية عارفين الناس البرجوازين اللي بنتيجي تعرض عليهم مية ولا جهوة بختاروا مية؟ انا مش منهم ليش كلامك جدا سريع؟ سرعة مهولة جدا بالحكي اراهم يحاوزوا فيك ولا راك باغي تروح طف نار بشوية بشوية السرعة ليش انت سريع؟ ليش انا بتكلم بسرعة؟ اعتقد الجواب واضح لانه من الشغلات الممتعة والرائعة اللي بتصير معاي انسان انه يتكلم ببطء لانه بالبطء انت بتقدر تستوعب الافكار تقدر تسمع نفسك بهدوء حتى الجامعات عارف هاي الشغلة فاغلب المحاضرين بتلاقيهم بيحكوا أبطأ من هيك وبيحاولوا انهم يحافظوا انا مش جادر عامل مهم جدا لاربها في السرعة انه اغلب الفيديوهات اللي بحضرها والبودوكاست اللي بسمعها هن دايما بكونوا على الأقل واحد ونص بدون اي سبب دايما واحد ونص حتى اشوف تعليق لزيز بحكي انه انت ريحتني ان انا اسرع يا زي ما انتم شايفين فكرة السرعة الاساسية انه قد ما نقدر بنحاول نقدع الملل اثناء الفيديو باعتقادي انه السرعة بتخلي فيه استمرارية في الافكار وبتحاول تلقط المشاهد قد ما تقدر انا عالنفسي بمل من اي محتوى بطيء او حتى بالسرعة طبيعية اللي بتكلموا فيها الناس لانه التكنولوجيا اثرت علينا والأتنش نسبان عنا صار هالقد ولسان بيفجد تركيزه من اي فراغ زي هاد لكن لربما انا غلطوا انه معظم الناس لربما بيحبوا البطوء واللي بدهم يسرعوا ويحطوا طرب اثنين زي ما بدهم فلذلك هنعمل هان تصويت او هان حسب انت تعربي والانجليزي وقلنا هل انت ما محبين السرعة او البطوء شاركوا في التصويت وخلينا شوف النتائج اشتوقعتك لفيروس كورونا؟ استنوا للحلقة الجاية وهذا كان اخر سؤال شكرا لكل واحد بعد سؤال بعد ما وصلنا لألف مشترك العائلة اللطيفة الصغيرة تاعتنا هاي بحب اقولهم شكرا لكل واحد علق لكل واحد اعجب لكل واحد شاهد لكل واحد انتقد ما بتتخيلوش قديش الاشي بعنيلنا وقديش الاشي ببسط ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاية peace